اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والضيفية الذي نسعد جدا بصدافته في هذا اليوم الرجل الثوري والباحث في التراثي والباحث الاجتماعي ضيفية العزيز بتاب نسعد جدا بهذا اليوم الجميل وبداية نمشي لفاصل قصير مع اغنية من الفنان عصام نور نجعلكم مرة تانية يا اهلا وسهلا مرة اخرى رجعنا لكم وبنقول لكم كل سنة وانتو طيبين وكل لحظاتنا شايل استعادة وشايل السمح وشايل الاخبار الجميلة في معياتنا اليوم الضيف الرائع حقيقة احنا كنا منتونس في الفاصل اثناء هذا الفاصل الغنائي رجل يحمل كثير من المعلومات رجل يحمل في طياته الكثير من التواريخ المميزة والعناوين المميزة ايضا اسعد جدا ونسعد في قناة الشروق اليوم باستضافة الباحث في التراث الباحث الاجتماعي المميز ضيفنا سمير بوكاب فيا اهلا وسهلا بك حبابك عشر نورت وشرفت كل عام والاحباب خير والطاقة ما الشغال الناس بيأكلوا في اللحظة وانت بتفرح والناس تضعطوا كويس يعني الله يصدق يتبثلوهم هذي الأعمال الراقية كل عام شعب السودان الطيب بخير ونتمنى ان يكون رخى ورخصة وبترون السنة الجاية وما تكون في قرونة لانو كانوا ندي مع زبايل الزراع يعني الله يمستعن الله يمستعن يا رب طيب في بداية لو تحدثنا عن ملامح العيد في السودان ومختلف العادات هذا السؤال حقيقة رائع جدا لانه العادات بالذات العيد في السودان يختلف كثير جدا عن بقية الدول الجيرات العيد في السودان ذاته شقين شق حضري وشق ريفي الشقة الحضري فيه شقين أيضا فيه الشقة فيه العبادة وفيه الشقة فيه العادة والعادة الغلوة هالسابيقة ما عبادة معلش ما تزعلوا منها الناس البندر لانه دي حقيقة بالمناسبة يعني اما الريف فما زال يحترز بأشياء غاية في الرقي يعني معظم الريف السوداني لانه منتزم بالمسيد والخلاوة وعندها حاجات المميزة جدا وأولى هذي الأشياء نلقاهم كلهم بيطبحوا مع بعض وكلهم بيقعدوا مع بعض سوى في المسيد أو في البراحات الموجودة جدام البيوت وتلقي كهم هائل جدا من الفرح والسرورة الأطفال بيلعبوه ألعاب الشعبية شدته شليل وكل الأشياء الجميلة الماء مربوطة بالبندرة الماء مربوطة بالحاجات البلعبية الأتاري والطاق طاق 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 أطفال لي بيقوموا إرهابين بصراحة يعني يعني قلقوا بنا زمان الطفل لما تشوه جاري حتى بالوحد بيقوا سعيد يجيب يتديو عشرة قويش عوض الليلة لو قددتو مياه ما يأكل يعني بعين لك عشرة عشرة حدا عمل ليش شنو؟ هذا الفقير الله هذا يعني نحن العيد في الريف يلتزم بالتزام الناس لأنهم ما محتاجين إنه يمشي السوق لأنه هما زهرين أصلاً وهم رعاء أصلاً فالسعية موجودة انت ما حتشي لي قروشين عشان تمشي تشتري وتخش في معمعات الدكام ودماء لا فعنت من عندك بتطبحي فعندك العبادة حالية عندك وبنفس المقياس هما في تواصل ما بين مجموعات إنه ده يجي ليداء وده بيمشي ليداء وكلهم مرتوطين بعض في الأحياء كل الأحياء مع بعض ملتزبة بإنها كم وتكافرة حتى الناس المعين ده السعية بيتلقي السعية مشت لهم بالليل بدون ما في زول يورني الأقرب ومبيعمل بشغلة فإحنا محتاجين إنه الحاجة دين رجعتان لأنه إحنا الآن أصمحنا كالفرينجا صراحة يعني وما نزعل من بعض إحنا محروض نقول حاجاتنا عشان لما أقيف أنا قدام ميراية نفسي بحاسب نفسي حاسبتها نفسي بتأكيد أنا حصلح مساري لأنه إحنا محتاجين نصلح المسار حنصلح المسار بيتان في حالة واحدة بس اللي هي؟ بالحب يعني نقول إنه الحب أهم مميزات التكافل الاجتماعي بالصبت كده لو ما بتحبين ما بتتكافلين لازم هذا الحب في كل حياتنا في كل حالاتنا في كل حاجياتنا لأنه الحب الكلمة هي أربع حروف لكن كل كلمة ليها مضامينة كل حرف له مبلغ وبعد هنا الناس طبعا مطوها زي ما لا الحب يخرج من القلب ويذهب إلى القلب ما في حتة تعنيها وده مهم جدا جدا فعشان كده نلقى الريف متضامن متحاب لأنهم الحب عندهم سمة أساسية عكس البندر ما جارينا ما بعرف وممكن الجارينا ما بعرفه ما بيعرفني وممكن إحنا اتنين بنعرف بعض من حتة بعض وما بنعرف بعض فحقيقة العادة في البندر البقت مربوطة بالعيد لأنه سنة لكن في الريف نلقى فيه الكامل هائل من التعامل الراقي بتجي إذا خشيتي بيت لو ما شلتي من حلاوتهم أو شلتي من خبيزهم ما بيخلوك تمروك على الأقل يعطروك يقول لك العطر يعطروك ده وين هسا ما بفضل بيعرفك المهم يكرموك بأي طريقة إن كانت ده مهم ويلحوا عليك وعليك الله وعليك الرسول طيما ده دخلت الفكرة الدعوة بإنه الله عزيز والرسول عليه الصلاة والسلام عزيز فانت ما تقدر تقول الله حلفوك خلاص بالعزيزة الغالي بس خلاص انت ما عندك لازم تنتظر فدي واحدة من الأشياء الكويسة انت بيتخش للبيوت مفتوحة ومجموعات وكل سنوات ضايبين كل عام وده بخير طريقة الاستئداء عن صفقتين وداخل البيت ما في البيتك على طول اليوم كل البيوت واحدة المدة ثلاثين يوم انت سعيدة وبعدين لا يمضي بالله لأنه ان احنا الشعادة عندنا نسب والحزن النسب للتراكب العامة أصلا يعني طبيعي انت ما فرحانا طول اليوم ولا زعلانا طول اليوم ولا متنشنا طول اليوم ما بين هذا وذاك بصبت كده لأنه ده طبيعة الحياة التغيير والأشياء الماشية معاك فعشاكنا بتلقيهم ثلاثة أيام عندهم متمكنة جدا حتى اليوم الرابع بيكون الباقي من اللحم برضو تقفي الجلسة بتاعتها الجماعية موجودة أمس كان اليوم التاسع لسلحجة التاسوعة التاسوعة العادة دي ما في حتة تانية إلا إبننا نحنا الكرامات بتتعامل للذين ارتحلوا عننا إلى دار الخلوم الله يرحمه مستلام يا ربا فتلقيهم الناس بتعمل كرامات خاصة بالحاجة دي والكرامات الخاصة كمان بتصادف إذا كان الأمس كان الخميس لو كان الأربع كمان الكرامة بتبقى مختلفة شوية لأن فيها بليلة كده وشفعة بليلة أربعة ثابتة يعني طبعاً عيد العيد بتبدأ من كده فتخيل كمية الحاجة دي وهم بيشتغلوا معاك وهم بيأكلوا معاك كلها بالحب فرح وسعادة بالزبط كده غير كده تبقى الشغلة ما جايبة تمانا ولا عجوبة يعني لو ماشينا للبندر هتكون ملاح الشعير عامل كيف هناك البندر هنا في شي جميل البندر المقصوم جسمين الجسم المتفرنج والجسم اللي هو متريف أهل في الأطراف ديال بتلقيهم دايماً قاعداتهم قدام البيوت حسين لو ماشيتي مثلاً على الكلاكلات أو الحاج يوسف وهم بدات بتلقي الناس ضرحين وفضل وتسمعك أنه متفضل فيك أي ركون داتك كريم خاصة اليوم لأهل الكلاكلة وأهل الحاج يوسف وأهل الأماكن التي تشتهر طبعاً بالكراو فضل ويحلفوا ليك ويقعدوك وكده يعني وإذا انت صادفت اللحظة ديك اللحم طالع لا والله يتشيل لازم برك وكده شوف برك دي وما في عذور يمنعك منه لا 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 وعليك الله لازم حتى تأكل وحاجة ضيب نحنا محتاجين الحاجة دي كشعب السوداني ومحتاجين الحاجة دي كأمة لها ملامح من الماضي الجميلة اللي لسا عم وجود فينا وأنا ما بقول لي ما تستحدثوا لا الحداثة مهمة التغيير مهم دوما الحال من المحاج لكن فلنستصحب هذه الأشياء معنا اللي نحنا محتاجين لها العداثة الجميلة عشان إحنا نوريها لمنهم بعدنا عشان يعرفوا من هو والجينة دي جاي من وين جينة الكرم دماثة ساكت أبدا يعني فإحنا مطررين إنو نتعامل مع حاجاتنا بأناقة عليه وهذه الإضطرارية جاي من حاجاتنا نحنا اللي نعتمد عليها من الماضي الجميلة فلذا بترغي مثلا نتاسوع لما الناس تعمل مثلا في الشمال بيعملوا قراريس كده وقعدات على النيل بالزاد بعد المغرب وهيضا في الجزيرة هذين عادة موجودة على الأزرق أو على الأبيض الناس المرضبطين بالنيل ترغي مثلا العادة دي موجودة نعم في بعض المواقع اللي هي في السافنة دول السافنة دي ما نسمعون نحنا ديل بنلقهم التاسوع دي عندهم لكن بشكل آخر ما فيها عادة فيها مربوطة بالبليلة بس كان الحموش أو كان عادسية أو يعني والبليلة مربوطة بالعادات والتقاليد والشيخ يجيوا بعد المغرب بعد ما يصلوا الدعوات مع أنه العشرة الأولى في ذي الحجة هي العشرة بتاعت الدعوات حقيقة نعم وأمس يوم الدعوات أصلا عرفاء يوم الدعوات خصص هذا اليوم بالدعاء واستجابة الدعوات ومهمة جدا لأنه الناس بيطلع الدعوات استحضروا بيدعوا لكل الناس بدون فرز فبتلقي حتى المتخاصمين في اليوم ده للصالحون أناقة يعني بتروح بتزوب الثلاثة أيام يخلصوا تعود العلاوة مرة الدعوة يا لطيف خلينا في المحبة خلينا في المحبة ضيفي العزيز سمير إحنا في البداية قبل ما نخش مباشر على الهوى حكت لي معنى اسم بوكاب نعم اللي هو قلنا يرمز إلى الكرم لا محدود نعم حقيقة حقيقة فالملمح ذا إلى الآن يبدو أنه لا زال موجود في أماكن كثيرة من السودان نعم إنه صاحب البيت بيخلي بيته مفتوح لأزوار والضيوف والمحتاج ولجميع طياف المجتمع نعم إذا ما هو السبيل وما هو الطريق إلى نشر الفرح واستعادة في هذه الأيام ومعظم أيام العام أيضا نعم 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 لكن الآن ولا شغالين بالحبوبة وعندهم كلامهم أنهم يفهموه وعندهم حياتهم ما بتعرفين يا أخي أسمع أعمل طرس أعمل أطرش كبيرة مفردات أنا ما بقارب يجوهم من وين أنا ما زعلان منهم أنا زعلان من مناهجنا على مستوى الدراسة اللي خلت أولادنا يطلع من المنهج بتاع الأسرة أصلا لأن تربية وتعليم 75% تربية تربية في المدارس نعم 25% للأسرة نعم الاثنين رأحوا الأسرة ورب الأسرة جايرون وراء المعانش وراء رقمة العيش نعم وتربية وتعليم معارفهم جايرون وراء الرسماء على كل حال فبنرجع نقول كل هذه العلاقات الإنسانية وكل هذا التعابد كل هذا التفاكر والمحبة لازم ترجع من الأسرة لأن الأسرة هي اللي بيتنمي البذر الأساسية بالضبط كده والأم لأنها هي مهمة جدا يعني إحنا كنا بنتكلم مع بعض الأصدقاء صباح اليوم بنعيد على بعض واحد قال ليه مع ليش يا وسائز أنت كنت بتقول أنا يتيم وأنت في عمرك ده قال لي نعم أنا فجدت أمي حقيقة قال ليه أنا الآن قريبت الكلام أنت قلت له قال ليه أنا من خمسة شهور أمي الله يرحمها شعرت بالليلة قال ليه الليلة يوم العيد شعرت بأن أنا يتيم لأنه مشيت في البيت ما لقيت أنا كنت بشرق معايا الشاي وأصلي معايا وجي الراجع مشيت ما شريت الشاي وجيت راجع إلى البيت ما صليت واسب أقول لك كل سنة بتتفايل قلت لقوم صلي ركعتينه والله كريم فتخيلي فتخيلي الفارق ده نعم الفارق ده بيخلق حتة دي أنا عايزة الطفل على مستوى المجتمع السوداني كله يعلموه منوه حبوبة ومنوه الجد ما يقول جلوكين قلوه تبنوا يا أخي أمو الحبوبة يا أخي ما تسميهم نعم ومطبط منها بعدين الحجة تخون معا حجة تسميها ليه؟ أيوه فتخيلي هيدو مشكلة لكن لقى أن المجتمع ساير عليها فمشروف نفس السياحة المشروفين هنا ما تقول لقب معا حقي نعم يمكن فالخير يا حجة عشان حتحيش قريب لما مستحيل نبع مع الكورونا وردو لأن الحجة مربوضة بالكورونا صعر شريط العوام القادية ومن الله أمد في العمر بإذن الله تعالى يالله الله يسأل نزي من داك على كل عالم فإحنا محتاجين أن الأسر تعتني بأطفاله تعتني بأجيال الجاية لأن هذه الأجيال حيتحملوا وزر ما فعلوا الأباء والأمهات عشان كذا كل ما بتكلم بتكلم عن حاجاتنا نحن من خلالها العادات الكارت موجودة أجيات متواترة لنا ما علينا شينا نبديها لهم هم يجملوها هم يأملوها رتوش بأسلوبهم وبطريقتهم نعم لكن الفكرة تكون مأخوذة مننا إحنا الأصل واحد نعم أنت عامل فروعك إنه ما عندنا المشكلة فيها فضلي طيب طرحةً حوالنا جداً جداً رائع وغني وسلس بمعلومات كثيرة جداً كما يقال نهر لا تنطب لكن متابعين ومشاهدينا نطلع الآن لفاصل غنائي مرة أخرى ونعود إليكم خليكم قراب مشاهدينا عدنا مرة أخرى بعد الفاصل الذي كان مع بشير علي الحاج وعودة إلى ضيفنا المميز اللي أثرانا حقيقة بالعديد من المعلومات الرائعة سمير بوكاب في أهلا بك مرة تانية ونرجع نواصل حديثنا عن الأطفال وبهجة العيد والألعاب الشعبية الآن نحن طبعاً لألعاب الشعبية نحن تقريبا فقدناها مع السعود العريبة والدلال نحن أنا الت لا يعرفها للشوف يعني الزمان دل بيعرف زكت بكت أو حرينها ما بيعرفها فبيقينا نتكلم مع الكبارة وقول لهم يحوانا اكتبوا لنا الحاجات دي عشان نعمل لنا كتير صغير يرقود الزمان في المكتبة السودانية لأنه بيقينا ما بنعرف هم بيلعب وشنو يعني أعظم شافع تلقاء في الشارع بيلعب بيلي هسع يعني الحاجة الوحيدة الباقية من الألعاد بيلي لأنه اللعاب كلها هسع فيه ما عارف يجبوا لك رصاص ولقوا النار يضرب يزعج الناس اللعابة النارية تقصد اللعابة النارية تقصد يعني الصين شغال قصادنا بس يعني الحقيقة فأننا بنعاني من الحاجة دي لأنه طفل من أبجديات حياة الطفل أنه يجري نعم ما يجيف يتعلم من السنتين ونص حتى السبع سنوات لازم يجري ده قانون ربان نعم لازم يجري والناس بيجوت في البيان وانتباده هو ما حيبه ما توجود لبعد السنة نعم والآن ما الطفل بيمسك الموبائل وذاته بيشقت فيه نعم وقعد في مكانه بدون أي حركة من دول نعم في الشمس فالجسم يأخذ كم من اليود ودي طريقة جميلة جدا وشعبية جدا وبدائية جدا لكنها قوية جدا وممتعة جدا نظر طبيعي لفتامين دار بالضبط كده هما بيدخلوا ده خلاص الطفل بيبقى تحرق بيمشي بيلعبه وحصلت حاجة زيدي مع بعض الأصدقاء اللي اتولدوا في المهاجر لانه معظم الوات هما قفلين ومتكيفات فبيجيون بيتعبوا نعم فأطفالنا اتعاملوا مع اليود من بدري فتلقوا عودهم كويس وقويس فالأطفال الان ما بيهجروا فإذا هم عندهم بشكالية التكوين البدني ده شي طبيعي لكن لما بيجر في الشمس وبيلعب وما ساكر عربيته ومسويله بتاعه حاجات الجميلة دي بتخليه متحرك في العيد بتزيد الحركة الحركة لانه من البيت ده ماشي للبيت ده وجائط ويمكن مليون كله ما يأكل بس حاجة صغيرة كده لانه ثلاثة عيام دي من نسبة له عيد عيد والعيد نعم ولابس جديد وناء نظيفه والنعلات وضعفة الله يكرمكم حاجة كده فتخيلوا هذا الطفل لما يقعد ما حين يحس بجمال الحاجة بتاع بسه لكن لما يتحرك الناس هتعرف هو زون متحرك كده ما بتبقي دي الطفل لما تحرك قاعد في حيط واحد تبقي دي كيف ما هو وصل قاعد في حيط واحد همش يجلقى قاعد ما عملت حاجة معه عشان كده أنا بخليه يجري خليه يمبسط خليه يشوف عوالم جديدة عليهم لانه كل ما بيجري بيقع لما يجري مرة تانية من نفس الحيطة دي بتعلم لا بده والتعلم ده مهين جدا لكن الشخيضة ما حيعلم حاجة هيعلم عمنا جوجل قاعد وجوجل زاد وقاعد دي طبعا احنا زي ما ذكرنا انه مواقع التواصل اجتماعي وان التقنية الحديثة لها وجهين يعني جانب سلبي وجانب ايجابي لكن اذا الناس عرفت توصل المعلومة دي بشكل ممتاز اذا عرفت انه هي يعني تعيش الناس جو جميل توصل المعلومة صحيحة ذا اكيد يعني مما لابده في حاجة رائعة وعشان كده انا بقول خلوا طفل يلعب خلوا طفل يأخذ حقه لكن للأسف ما دي بسدس عشان احنا مع ما ننزاعد لا 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 ما دي يعني خلي المسدسات دي يعني سيبتها عصي ما تسوأ ليه حاجة كويسة ليه مسدسات يعني صراعي احنا ننزاعد على طاري المسدسات في كثير من الاطفال كانوا بيصنع العاب بنفسهم من مواد اولية بسيطة هم مثلا العربية قلتها قبل شوية ايوه يجيبوا الصفيحة ويجيبوا التاع وهو ادوي وعود طويل ايوه او مثلا لتاع او بيوروا ويعملوا فيها اصوات ويبتبوا حاجات هم زي العربات ما اعرف يا رائعة حاجات كده واستغلال علبة الصلصة واستغلال كل المواد الموجودة بيبدعوا كانوا السودادات بتاع البارد ايوه فاي بيعملوا لساتك ايوه طلعوا اصوات كده والوان كلهم جميلين نعم الان لا الان جاهز و وابلاستيك والابلاستيك ذاته بيضرر لنا البيع لانه اصلا مستهلك بيتكسر فبيتدعوه ويتخوش في مساحق النار فبتطلع لنا مصايب كثيرة سالوكسيد الكربوني بوزينا السودان عصباز اصلا يعني بهايد عنكم الله يفعط الله يفعط حال ان شاء الله يروح عيدنا بالعيد وعايزين نتعامل مع عيدنا باناقة انه العيد ده سنة مفروضة نحنا نحن 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 شائرتها لانه لما فرح الخليل عليه السلام بالذبح العظيم الفدية بالكبس ليسماعيل فرحة كانت عالية جدا جدا نعم امر قال لي اطبح ما في لي الطريق وسلم امره جاء قال لي ولده يا خلو ده قال لي افعل ما تؤمر هتلقانه صادر نعم الجمال هنا القبل خاضع للأب وده انواع الحب ولو ما حب ما بيخش نعم لازم انت لو ما حباته ما هتديه نعم فانت بترعبه اكيد ما هيجي جنبك خليك انت زادك حنين معاه نعم او قد معاه ناقصه اماما صغار صغار في الامر اماما صغار في الامر لكن الزكاء عالي والفهم اعلى فالطفل اينا مهم جدا انه يتعامل معاه باناقة عالية ونديه حظه من الفهم انه هو فاهن وما مفتكر ناس كتير يفتكروا شفوا عدل ما فهم اللو والله يفهمين فهم اكتر منا نعم والفهم الفهم انه هم متابعين الوضع هو فعتحيل لك زي ما بيقول ايوه كبير انها عابل كبير انها عابل نعم فتخيلي كما طفل لما يتعامل معك مم ويجي اسألك والله الحاجة دي ما عجبتني مم في امان الله بترد عليه انا شخصيا بعمل الحاجة دي عارفة بقولها ما بعارفة بقولها بعدين بتناقشو فيها لكن لازم ما بتمشيو لا مستحيلة لانه هو انا بدي حتاتنه هو بني قدر مم هو مكرم اصلا مم وهو اللي هيزيد الكام بتاع النسل عندنا نعم وحيباه وبيردو امم بعدين اذا انت مهم انت ما ساهل انا حيباه وبير الامم طيب ليه يعني انت تحقر بي اخ ما تحقر بي خليك بحي ايوه خلي ليس خطوة كده المشكلة اننا نحنا محتاجين نقرأ حاجاتنا ونديها حاجاتنا قبل العيد وفي العيد وبعد العيد نعم طيب انت تقلت الأناقة الفكرية في التواصل مع الأطفال في التواصل مع الناس الكبار والصوار وكل العمار فيه لما نجي الأناقة بتاعة الأزياء واللبس وما ظهر العام في فرحة العيد كيف بتوصفه؟ الملابس في فرحة العيد بالذات في عيد الفطر يختلف تماما لانه عيد الفطر مربوط بالخبيز والملابس نعم الملابس الجديدة ايوه والناس بي واحنا طبعا هنا هذا معلش يعني ما تزعل مننا أيها المشاهد الكريم بتقع التزويع بصراحة يعني ما تزعل مني واضح وصارح نعم نعم يوم الوقفة نركب السيتائر يوم الوقفة بنحلك يوم الوقفة بنفتش على الجلابية يوم الوقفة بنقبيها يوم الوقفة ذاتها بنفتش على طحم عزل احنا كل شيء يوم الوقفة ليه؟ العيد جفاجة شلو جفاجة؟ تلاقيين مرحوا على عيد مرحوا بيزمنوا نعم انت لما قادر تضبط أمورك نعم تضبط أمورك عشان أني احنا نقدر نتعامل مع الأزياء دي بيرقي احنا عندنا الجلابية والعمة من الميزة السودانية في أي عدة يتمسي بإجلابيتك أي أحد يناديك يا زول أي زول نعم في ماشي في الشارع ينجدك يا زول يعني يعني مثلاً مشيطة الأمارات على سبيل المثال نعم الأماراتية يلبسوا جلالة بزينا الاختلاف فيه هم يلبسوا القطرة حين نلبس العمة نعم وشعلاتهم مزي شعلاتهم أصلاً ما عندهم شعلات كمانا ما عندهم لا طيب إحنا الله يكريمك المداسات برضو أو المراكب مازي حقتهم ونبلبس شباط احنا نبلبس مراكب بتاعنا من أصناعة المحلية أيوة فشوف الشكل الأناقة في التراكب بتاعاتنا لما كوف زول ماشي ولابس جلابيته وخاتشه له والعمة يعني جوبة المهدي ماشينا الناس نعم فبتلقي الزول تان دا سوداني أيوة 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 فدي ميزة ودي أروع ايدنتي بالنسبة لي عفواً أروع هوية بالنسبة لي عفواً آسف يا إخواني أروع هوية بالنسبة للشعب السوداني أيوة هوية الجلابية والعمة لأنه دي هويته دي حياته بتميزه في تراكبه وتراته فبتلقي شبتناك في العيد في الصلاة الزول اللابس بمطلانه ولا قبيس مابي خالص حتى لو فيها عمام بيكونوا كل صدوق بيضة وكل الرؤوس بيضة مواطية بالعمام حتى جلال الله كانوا ملونات تلقي العمام بيضة نعم ما في عمام حمراء ما علي شعر إلا عند الهنود أيوة ما دي كمان بتراسياتنا أيوة فنحنا عندنا تلقي الجمال دا في النساء التوب شيء مميز طيب عفواً عزيزي لو تحدثنا مرة تانية عن نقطة العمّة ممكن نحكي لمشاهد قصة العمّة ماذا؟ أيوة قصة أيوة لها قصة معروفة لكن كثير من الناس بيلبس العمّة وما عارث قصة العمّة إيه فممكن نوريه القصة بتاعة العمّة بمفهوم لن إحنا العجايز دين العمّة شبابه حيوية لسه هي موروس قديم بالمناسبة نعم جاي من التاريخ القديم أيوة يعني ماء ولمس نعم وكان بيلبسوا دايماً اللي هم نسميهم علية القوم الناس اللي هم النقبة نعم والنقبة اللي كان يلبسهم معظم الأمراء على مستوى البلاط الملك كان بيتلبسه طريقة بتاعتنا هذه السعى دي مع اختلاف الأحجام والألوان ودائماً الملك كان بيلبس الشغل ده قبل ما يتوّج بالمناسبة هذه المعلومة السليمة في هذا الأمر اللي أنت عايزة تقوليها ده ممكن تتقوليها ليون أنتوا عشان أنا ما أتحمل الوزرة على العمّة العمّة إننا مربوطة بالتقاليد ما قبل الجرتق الملك لما يجرتقوه بيلبسوا العمّة وبعد ما يجرتقوا يقعد قاعدة كاملة على العرش بيشيلوا العمّة إدوها لولي العهد عشان يجي هو يلبس التاج إذن معناها نقول في كان في أقاويل أخرى حقيقةً أنا يعني بعش وحسن ما قرأت في التاريخ السوداني اللي هي العمّة بلبسة كان المحارب أو الجندي فبيكون طالع من بيته ما عارف هل هو حيرجع ولا لا ولا ما حيرجع فزيما بقول بكون شاي الكفنو معاه جاهز للموت نعم إن رجع يرجع فحباب الجيب المعارة كفنو جاهز يعني كانوا أسود في المعركة وأسود في تعاملاتهم الطيبة نعم أنت وظفتها توظيف شعبي أنا وظفتها ووظيف علمي وانا كنت جاي لكلامك ده بس كنت عايز أقول المساحة بتاعت الكفن كانوا بيخطوها في جسمهم هم وذاتهم العمّة دي براه عشان نكون عارفين يعني المقالة اللي تكتب فيه كلام سليم نعم لكن فيه حتة ناقصة عشان كده لما قلت هيكي ما الأمير أصلاً هو قائد في الجيش نعم الأمير البيق والي العهد هذا قائد ما قائد في الجيش ما زول الشارع لا زول القائد فبيلبس لأنه هو متحدث فلما بيقاتل إحنا عندنا المقاتلين عندنا ما كانوا سهلين عفوا والمقاتل السوداني على مستوى تاريخ ما نصموا برمات الحدق طيب ليه رمات الحدق لأنه كانوا بيستعملوا النبل الماء بيستعملوا الناس يستعملوا الرماح الناس الثاني كانوا بيستعملوا السيوف عشان تستعمل السيف لابد من حصار أيوه وعشان تستعمل السيف والحصار لابد من إن تكون عندك تدريبات فأدالة كانوا متدربين على أعلى مستوى أيوه ما عزين نطع من العيد ونتكلم عن القتال والموت قالونا في العيد وجمال العيد طيب نحنا الآن مشاهدين الأعزاء تحدثنا عن الزي السوداني بالنسبة للرجل حنتحدث عن الزي السوداني بالنسبة للمرأة لكن بعد فاصل الغناء جميل مع الفنان عبدالكريم الكابلي أمنا يا أهلا وسهلا متابعينا مرة تانية في صباح العيد والصباحات الجميلة والله يجعل كل أيام يا رب خير وسعادة وسرور هنبدأ الآن أيضا محطة خارجية مع الزميل ناجي فاروق على المحطة الجميلة وتحايا طيبة لأهل الصحافة وأهل خارج الخارج الخارجوم وحبايبنا السودانية داخل وخارج السودان ومرة تانية كل سنة أنتوا طيبين والقابلة على أمانيكم نطلع فاصل قصير وراجع لكم مرة تانية في برنامجكم تواصل ابقوا معنا يا أهلا وسهلا مرة أخرى رجعنا لكم وبنقول لكم كل سنة وإنتوا طيبين وكل لحظاتنا شايل استعادة وشايل السمح وشايل الأخبار الجميلة في معياتنا اليوم الضيف الرائع حقيقة نحن كنا نتونس في الفاصل الغنائي رجل يحمل كثير من المعلومات رجل يحمل في طياته الكثير من التواريخ المميزة والعنوين المميزة أيضا أسعد جدا ونسعد في قناة الشروق اليوم باستضافة الباحث في التراث والبحث الاجتماعي المميز ضيفنا سمير بوكب فيا أهلا وسهلا بك حبابك عشر نورت وشرفت كل عام والأحباب بخير والطاقة ما الشغال الناس بيأكلوا في اللحة وانتوا بيتفرحوا الناس تضغطوا كويس يعني الله يصدق هم العديد يفتشوا على الأتي ويخبرنا جيب والناس أولينا وانتوا شغالين يتبثلوهم هذه الأعمال الراقية كل عام شعب السنان الطيب بخير ونتمنى أن يكون رخا ورخصة وبيترون السنة الجاية وبا ما تكون في قرونة لأنه قرونة مع زبايلة صلاحية الله المستعى الله المستعى يا رب طيب في بداية لو تحدثنا عن ملامح العيد في السودان ومختلف العادات هذا السؤال حقيقة رائع جدا لأنه العادات بذات العيد في السودان يختلف كثير جدا عن بقية الدول الجيرات العيد في السودان ذاته شقين شق حضري وشق ريفي الشقة الحضري فيه شقين أيضا فيه الشقة فيه العبادة وفيه الشقة فيه العادة والعادة غلوة ها السبيلات ما عبادة ما عليش ما تزعلوا منها الناس البندر لأنه دي حقيقة بالمناسبة يعني أما الريف فما زال يحترز بأشياء غاية في الرقي يعني معظم الريف السوداني لأنه منتزم بالمسيد والخلاوة وعندها حاجاتها المميزة جدا وأولى هذه الأشياء نلقاهم كلهم بيطبحوا مع بعض وكلهم بيقعدوا مع بعض سوى في المسيد أو في البراحات الموجودة قدام البيوت وتلقي كام هايل جدا من الفرح والسرورة الأطفال بيلعبوا ألعاب الشعبية شدت وشليل وكل الأشياء الجميلة الماما مربوطة بالبندر والمربوطة بالحاجات اللي بيلعبها الأتاري والطاق طاق 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 الأطفال اللي بيقوموا إرهابين بصراحة يعني جدا كواف بنا زمان الطفل لما تشوفه جاري حتى بالوحد بيبقى سعيد يعني يجيب يتديوه عشرة جرويش عود الليلة لو قدرتوه مياه ما يأكل بعين لك عشرة عشرة هدا عمل ليشنو هذا الفقير الله هذا يعني إحنا العيد في الريف يلتزم بالتزام الناس لأنهم ما محتاجين إنه يمشي السوق لأنه هما زهرين أصلا وهم رعاء أصلا فالسعية موجودة إنت ما حتشيلي جروش عشان تمشي تشتري وتخش في معمعة الدكام ودماء لا فأنت من عندك بتطبحي فعندك العبادة عالية عندك وبنفس المقياس هما في تواصل ما بين مجموعات إنه ده يجي ليداء وده بيمشي ليداء وكلهم مرتوطين بعض بعض في الأحياء كل الأحياء مع بعض ملتزبة بإنها تكون متكافرة حتى الناس اللي ما عندها السعية بيتلقي السعية مشت لهم بالليل بدون ما في زول يورني الأقرب بيعمل بشغلة فإن إحنا محتاجين إنه الحاجة دي نرجعها تاني لأنه إحنا الآن أصمحنا كالفرينجا صراحة يعني وما نزعل من بعض إحنا مفروض نقول حاجاتنا عشان لما أقيف أنا قدام ميراية نفسي بحاسب نفسي حاسبتها نفسي بتأكيد أنا حصلح مساري لأنه إحنا محتاجين نصلح المسار هنصلح المساربتين في حالة واحدة بس اللي هي؟ بالحب يعني نقول إنه الحب أهم مميزات التكافل الاجتماعي بالصبت كده لو ما بتحب ما بتتكافلين لازم هذا الحب في كل حياتنا في كل حالاتنا في كل حاجياتنا لأنه الحب الكلمة هي أربع حروف لكن كل كلمة ليها مضامينة كل يحرف له مبلغ وبعد هنا الناس طبعا مطوها زي ما لا الحب يخرج من القلب ويذهب إلى القلب ما في حيث تعنيها وده مهم جدا جدا فعشا كده نلقى الريف متضامن متحاب لأنهم الحب عندهم سمة أساسية أكسى البندر ما جاري أنا ما بعرف وممكن الجاري اللي أنا ما بعرفه ما بيعرفني وممكن إحنا اتنين بنعرف بعضه من حتى بعضه ما بنعرف بعض فحقيقة العادة في البندر البقت مربوطة بالعيد لأنه سنة لكن في الريف نلقى فيه الكامل هائل من التعامل الراقي بتادي إذا خشيتي بيت لو ما شلت من حلاواتهم وشلت من خبيزهم ما بيخلوك تمروك على الأقل يعطروك يقول لك العطر يعطروك ده وين هسا ما بفضل بيقى الكامل المهم يكرموك بأي طريقة إن كانت ده مهم ويلحوا عليك وعليك الله وعليك الرسول فما ده دخلت على فكرة الدعوة بإنه الله عزيز والرسول عليه الصلاة والسلام عزيز فإنما تقدر تقول الله تحليفوك خلاص بالعجيزة الغالية بس خلاص أنت ما عندك لازم تنتظر فدي واحدة من الأشياء الكويسة أنت بتخشي البيوت مفتوحة ومجموعات وكل سنواتي ضايبين كل عام وده بخير طريقة الاستئداء عن صفقتين وداخل البيت ما فيه في البيتك على طول اليوم كل البيوت واحدة المدة ثلاثين يوم أنت سعيدة وبعدين لا يمضي بالله لأنه أن إحنا السعادة عندنا نسب والحزن نسب للتراكب العامة أصلا يعني طبيعي ما أنت ما فرحانا طول اليوم ولا زعلانا طول اليوم ولا متنشنا طول اليوم ما بين هذا وذاك بالضبط كده لأنه ده طبيعة الحياة التغيير والأشياء الماشية معك فعشا كده تلقيهم الثلاثة أيام عندهم متمكنة جدا حتى اليوم الرابع بيكون الباقي من اللحم برضو تقفيه الجلسة تحت الجماعية موجودة أمس كان اليوم التاسع لسلحجة التاسوعاء التاسوعاء العادة دي ما في حتة ثانية إلا إبننا نحنا الكرامات بتتعامل للذين ارتحلوا عننا إلى دار الخلوم الله يرحمه مصد الله فتلقيهم الناس بتعمل كرامات خاصة بالحاجة دي والكرامات الخاصة كمان بتصادف إذا كان الأمس كان الخميس لو كان الأربع كمان الكرامة بتبقى مختلفة شوية لأن فيها بليلة كده وشفعة بليلة أربعة ثابتة يعني طبعاً عيد العيد بتبدأ من كده فتخيل كمية الحاجة دي وهم بيشتغلوا معاك وهم بيأكلوا معاك كلها بالحب فرح وسعادة بالضبط كده غير كده تبقى الشغلة ما جايبة تمانا ولا عاجبة يعني لو ماشينا للبندر هتكون ملاح الشعير عامل كيف هناك البندر هنا في شي جميل البندر المقصوم جسمين الجسم المتفرنج والجسم اللي هو متريف أهل في الأطراف ديال بتلقيهم دايماً قاعداتهم قدام البيوت حسناً ما جايتي مثلاً على الكلاكلات أو الحاج يوسف وهم بدات بتلقي الناس ضعوا حينوا فضلوا تسمعك أنوا تفضل فيك أي ركون داتك كريم خاصة اليوم لأهل الكلاكلة وأهل الحاج يوسف وأهل الأماكن التي تشتهر طبعاً دي الكرة ودام ويحلفوا ليك ويقعدوك وكده يعني وإذا انت صادفت اللحظة ديك اللحم طالع لا والله يتشيل لازم برك وكده شوف برك دي وماخر عذور يمنعك لا 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 وعليك الله لازم حتاكل وحجب ضيب نحنا محتاجين الحاجة دي كشعاب سوداني ومحتاجين الحاجة دي كأمة لها ملامح من الماضي الجميلة اللي لسا عموجود فينا وأنا ما بقول لي ما تستحدثوا لا الحداثة مهمة التغيير مهم لهم الحال من المعاد لكن فلنا استصحب هذه الأشياء معنا لأننا محتاجينها العادات الجميلة عشان إحنا نورديها لمن هم بعدنا عشان يعرفوا من هو والجينة دي جاي من وين جينة القرب دي ما بدي ساكت أبدا يعني فإحنا مطررين أنه نتعامل مع حاجاتنا بأناقة عليه وهذه الاضطرارية جاي من حاجاتنا نحنا اللي إحنا نعتمد عليها من الماضي الجميلة فلذا بتلك مثلا التاسوع لما الناس تعمل مثلا في الشمال بيعملوا قراريس كده وقعدات على النيل بالذات بعد المغرب وهيضا في الجزيرة هذه العادة موجودة على الأزرق أو على الأبيض وهذه الناس المرضبطين بالنيل تبقى دي ما العادة دي موجودة في بعض المواقع اللي هي في السافنة دول السافنة زي ما نسمعونا نحنا ديل بين القيوم التاسوع دي عندهم لكن بشكل آخر ما فيها عادة لكن العادة فيها مربوطة بالبليلة بس كان حموش أو كان عدسية أو يعني والبليلة مربوطة بالعادات والتقاليد والشيخ يجيوا بعد المغرب بعد ما يصلوا الدعوات مع أنه العشرة الأولى في ذي الحجة هي العشرة بتاعت الدعوات حقيقة وأمس يوم الدعوات في أصل عرفاء يوم الدعوات خصص هذا اليوم بالدعاء واستجابة الدعوات ومهمة جدا لأنه الناس بيطلع الجوات بيستحضروا بيدعوا لكل الناس بدون فرز فبتلقي حتى المتخاصمين في اليوم ده بالثالحون أناقة يعني بتروح بتزوب الثلاثة أيام يخلصوا تعود العلاوة مرة الدالية يا لطيف خلينا في المحبة خلينا في المحبة ضيفي العزيز سمير إحنا في البداية قبل ما نخش مباشر على الهوى حكيت لي معنى اسم بوكاب نعم اللي هو قلنا يرمز إلى الكرم لا محدود نعم هقيقا هقيقا فالملمح ذا إلى الآن يبدو أنه لا زال موجود في أماكن كثيرة من السودان نعم إنه صاحب البيت بيخلي بيته مفتوح لأزوار وللضيوف وللمحتاج ولجميع طياف المجتمع إذن ما هو السبيل وما هو الطريق إلى نشر الفرح والسعادة بهذه الأيام ومعظم أيام العام أيضا نعم نحن محتاجين أنه وأطفالنا ما نخليهم للقنوات مرحبا بالقنوات مرحبا بهم تماما على عيننا وراسنا لكن ما نخليهم للقنوات وما نخليهم للمصيبة اللي اسمها السوشال ميديا نعم أنا ما ضدها لكن السوشال ميديا عندنا مقدة جانب السلبي جدا كيف؟ أقول لك 90% من الناس اللي بيكتبوا على السوشال ميديا أو البيهاج مو أو البيينتقد أو نحن هو بنسمع خير منها أبدا يعني كلها انتقاد سمير قال كده ده هو موزات وهو أطف والبيينتقد ليه ما بيعرف نصا يعني حسين ينتقدني للأسف الانتقاد طبعا له فنون ولكن يأخذونا الجانب السلبي يعني مثلا ما بانتقد فعلك أو قولك بانتقدك ككل ودي مشكلة بانتقد تربيتك بانتقد أهل منطقتك وهذا مما لا شك فيه خطأ فادح وده أنا ما داعي أنا داعي شو عايز التواصل على مستوى التكنولوجيا تبقى هي مفيدة للطفل نعلمه العادات الجميلة نعم يمشي لحبوبته الويتد يدي للبيت بالمناسبة كلمة حبوبه من أرقى الأسماء للجدة نعم وإحنا الوحيدون المسمى حبوبه وكلمة حبوبه جاي من الكلمة القبير قلتها الحب يبدو أنه عنوان حلقة برنامج تواصل اليوم حتكون الحب حناسعى جدا أنه إحنا يعني نحنا الحب لأي مكان بإذن الله تعالى نعم ضيفي العزيز تخيلي أنت الطفل بتسوقي ودي حبوبته والطفل تمشي لحبوبته نعم مرتبطين بالحبوبة لما الأب أو الأم ينهر بيحتوموا بالحبوبة نعم لكن الآن ولا شغالين بالحبوبة وعندهم كلامهم بيفهموه وعندهم حياتهم ما بتعرفين يا أخي أسمع أعمل طرس أعمل أطرش كبيرة مفردات أنا ما بيعرف يجوهم من وين أنا ما زعلان منهم أنا زعلان من مناهجنا على مستوى الدراسة اللي خلت أولادنا يطلع من المنهج بتاع الأسرة أصلا لأن تربية وتعليم 75% تربية تربية في المدارس نعم 25% للأسرة نعم الاثنين رأحوا الأسرة ورب الأسرة جاينوا ورا المعانش ورا رقمة العيش نعم وتربية وتعليم معارفهم جاينوا ورا رجلاء على كل حال فبنرجع نقول كل هذه العلاقات الإنسانية وكل هذا التعابد كل هذا التفاكر والمحبة لازم ترجع من الأسرة لأن الأسرة هي اللي بيتنمي البيضة الأساسية بالضبط كده والأم لأنها هي مهمة جدا يعني إحنا كنا بنتكلم مع بعض الأصدقاء صباح اليوم بنعيد على بعض واحد قال ليه مع ليش يا والساس أنت كنت بتقول أنا يتيم وإنت في عمرك ده تللي نعم أنا فقدت أمي حقيقة قال لي أنا الآن قريبت الكلام أنت قلت له تلليم ألك قال لي أنا من خمسة شهور أمي الله يرحمه شعرت بالليلة قال ليه ليلة يوم العيد شعرت بأن أنا يتيمة لأنني مشيت في البيت ملجيت أنا كنت بشرب معي الشاي وأصلي معاه وجي الراجع مشيت ما شريت الشاي وجيت راجع البيت ما صليت واسب أقول لك كل سنة تفاكر قلت لجم صلي ركعتين والله كريم فتخيلي الفارق ده نعم الفارق ده بيخلق حتة دي أنا عايز الطفل على مستوى المجتمع السوداني كله يعلموه منو حبوبة ومنوه الجد ما يقول لكي سنة تسميه يا أخي أمو الحبوبة يا أخي ما تسميه نعم وما تطبط منها بعدا الحجة تخون مع حجة ديتم سميه ليه؟ أيوه تضحيوا هيدو مش كده لكن لقنا المجتمع ساير عليها ف لا ما علي سرد ما تقولي لك أمه حقي نعم أقولي لك أمه حقي نعم ما مستحيلة ديتم مع الكورونا غرضو لأن الحج بك مربوض بالكورونا صعب يا شهر الله مستعان العوم القادية من الله أمد في العمر بإذن الله تعالى يالله يالله نعم 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 طيب طرحة الحوار معك جدا شيق وجدا رائع غني وسلس بمعلومات كثيرة جدا كما يقال نهر لا تنضب لكن متابعين ومشاهدينا نطلع الآن لفاصل غنائي مرة أخرى ونعود إليكم خليكم قراب مشاهدينا عدنا مرة أخرى بعد الفاصل الذي كان مع بشير علي الحاج وعود إلى ضيفنا المميز اللي أثرانا حقيقة بالعديد من المعلومات الرائعة سمير بوكاب في أهلا بك مرة ثانية ونرجع نواصل حديثنا عن الأطفال وبهجة العيد والألعاب الشعبية الآن احنا طبعا الألعاب الشعبية احنا دقريبا فقدناها نعم مع التخنيات والتكهنيات والتكهنيات نعم يعني أنا ما بيعرفها لأشوفها يعني زمان دل بيعرف زكت بكت أو حرين ما بيعرفها فبيقيننا نتكلم مع الكبارة قولهم يا أخوان اكتبوا لنا الحاجات دي عشان نعمل لنا كتاب صغير يرقود زمان في المكتبة السودانية نعم لأنه بيقينهم نعرف هم بيلعب وشنو يعني أعظم شافع تلقاء في الشارع بيلعب بيلي هسعي الحاجة الوحيدة الباقي من الألعاب بيلي لأنه اللعاب كلها هسع فيه معرفة يجبوا لك رصاص ولعوا النار يضرب يزعج الناس اللعابة النارية تقصر اللعابة النارية تقصر نعم يعني الصين شغالة قصادنا بس يعني الحقيقة نعم فأنا نعاني من هذه الحاجة لأنه طفل من أبجديات حياة الطفل اللي يجري نعم ما يجيف يتعلم ينمو من السنتين ونوص حتى السبع سنوات لازم يجري ده قانون ربان نعم لازم يجري وانت الناس بيجود في بياه وليد باديه هو ما حيبا باديه ما توجود لبعد سنة نعم والآن با ما أنت الطفل بيمسك الموبائل وذاته بيشقت فيه نعم وقعد في مكانه بدون أي حركة ودي بيتخلي نسبة الدكتور أنا ما دكتور لكن من خلال التعامل مع المجتمعات الطبية بيتقول أنه الطفل كل ما يكون قاعد في الضل اليود بنقص في جسمه نعم ونقص اليود في جسمه لأنه هما تعامل مع الشمس وشمس عندنا عادة حبوباتنا بيعملوا العادة دي بيتعامل والطفل لما يلقوه لين يقعد من سبعة إلى تسعة صباحا قدام الباب شاهلين الطفل ده في الشمس فالجسم يأخذ كم من اليود وليه طريقة جميلة جدا وشعبية جدا وبدئية جدا لكنها قوية جدا وممتعة جدا مظهر طبيعي لفتامين دال بالضبط كده وهم بيدخلوا ده خلاص الطفل بيبقى تحرق بيمشي بيلعب وحصلت حاجة زي دي مع بعض الأصدقاء اللي اتولدوا في المهاجر لأنه معظم الوقت هم مقفلين ومتكيفاته فبيجيون بيتعبوا فأطفالنا اتعاملوا مع اليود من بدري فتلقوا عودهم كويس وقويس فالأطفال الآن ما بيهجروا فإذن هم عندهم مشكالية في التكوين البدني ده شي طبيعي لكن لو ما بيجي لفي السمس وبيلعب وما ساكر عربيته ومسوّلات بتاعه حاجات الجميلة دي بيتخليه متحرك في العيد بتزيد الحركة الحركة لأنه من البيت ده ماشي للبيت ده وجائط ويمكن من ينقل له ما يأكل بس حاجة صغيرة كده لأنه ثلاثة أيام دي من نسبة له عيد عيد والعيد نعم ولابس جديد وناء نظيفه والنعلات مضافة الله يكرمكم حاجة كده فتخيلوا هذا الطفل لما يقعد ما حين يحس بجمال الحاجة بتاع لكن لما يتحرك الناس هتعرفون هون متحرك كده ما بتفكي ده الطفل لما تحرك قاعد في حيثة واحد تبقدي كيف ما هو وصل قاعد في حيثة واحد خمشة دلقاء قاعد ما عملت الحاجة معه عشان كده أنا بخليه يجري خليه يمبسط خليه يشوف عوالم جديدة عليهم لأنه كل ما بيجري بيقع ما بيجري مرة تاني بالنفس الحاجة دي ما بيجي بتعلم والتعلم ده مهم جدا لكن الشخيضة ما هيعلم حاجة هيعلم عمنا جوجل قاعد و جوجل ذاته قاعد طبعا إحنا زي ما ذكرنا أنه مواقع التواصل اجتماعي وأن التقنية الحديثة لها وجهين يعني الجانب سلبي وجانب إيجابي لكن إذا الناس عرفت توث يعني توصل المعلومة دي بشكل ممتاز إذا عرفت أنه هي يعني تعيش الناس جو جميل توصل معلومة صحيحة فدا أكيد يعني مما لابد في حاجة رائعة وعشان كده نقول نعم خلوا الطفل يلعب خلوا الطفل يأخذ حقه لكن للأسف ما تدي مسدس عشان إحنا ما ننزاعد لا 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 خل المسدسات دي يعني سيبت عصيمة تسوأ ليه حاجة كويسة ليه مسدسات يعني صراعي على طار المسدسات في كثير من الأطفال كانوا بيصنع ألعاب بنفسهم من مواد أولية بسيطة مثلا العربية قلتها قبل شوية أيوة يجيبوا الصفيحة ويجيبوا التاع ورود طويل ويجيبوا أو مثلا نتاع أو بيوروا ويعملوا فيها أصوات ويبتبوا حاجات هما زي العربات ما أعرف يا رائعة حاجات كده واستغلاله على بسالصة واستغلال كل المواد الموجودة بيبدعوا كانوا السودادات بتعت البارد أيوة طيب يعملوا لساتك طلع أصوات كده وألوان كلهم جميلين الآن لا الآن جاهز وإبلاستيك والإبلاستيك ذاته بيضرر لنا البيع لأنه أصلا مستهلك بيتكسر فبيجدعوه ويتخوش في مساحق النار فبتطلع لنا مصايب كثيرة سأل أكسيد الكربوني بوزرنا السودان أعصابها أصلا يعني بهايد عنكم الله يفعل حالا عيدنا بالعيد واعزين نتعامل مع عيدنا بأناقة إنه العيد ده سنة مفروض أن نحن نفرح بها لأنه لما فرح الخليل عليه السلام بالذبح العظيم الفدية بالكبس ليسماعيل فرحته كانت عالية جدا جدا نعم أمر قال لي أطبح ما فيديك طريق وسلم أمره جاء قال لي ولدي أخر قال لي افعل ما تؤمر أجل كان صابر نعم الجمال هنا لا الأب خاضع للأب هذا نوع من أنواع الحب هذا نوع من أنواع الحب ولو ما حب ما بيخش نعم لازم أنت لو ما حباته ما هتديه نعم فأنت بترعبه أكيد ما هيجي جنبك خليك أنت ذاتك حنين معاه أول قد معاه ناقصه أماما صغار ناس وعية أكيد لكن الزكاء عالي والفاهم أعلى فالطبي لأنه مهم جدا لأنه يتعامل معه بأناقة عالية ونديه حظه من الفهم بأنه هو فاهم وما مفتقر الناس كتير يفتقروا سفو عدل ما فهم لا والله فهم فهم أكثر منك نعم والفهم الفهم أنه هم متعبعين الوضع فهو تحيل لك زي ما بيقول كبروا كبروا فتخيلي كما الطفل لما يتعامل معك ويجي سألك والله الحاجة دي ما عجبتني في أمان الله بيت رد عليه أنا شخصين بعمل الحاجة دي عارفة بقول لها ما بعارفة بقول لها بعدين بيتناقشوا فيها لكن لازم أيوه ما بيتمشيوا لا مستحيلة لأنه هو أنا بدي حتاتين هو بني آدم هو مكرم أصلا وهو اللي هيزيد ال الكام بتاع الناس لعندنا نعم وحيباه وبيردو أمم بعدين إذا أنت مهم أنت ما ساهم أنا حيباه هو بير الأمم طيب ليه؟ يعني أنت تحقر بي أخي ما تحقر بي خليك بحي أيوه خليني سوا سوا كده المشكلة إننا نحنا نحتاجين نقرأ حاجاتنا ونديها حقها قبل العيد وفي العيد وبعد العيد نعم طيب أنت تقولت الأناقة الفكرية في التواصل مع الأطفال في التواصل مع الناس الكبار والصغير وكل العمار نعم لما نجي الأناقة بتاعت الأزياء واللبس والمظهرة العام في فرحة العيد كيف بتوصفه؟ الملابس في فرحة العيد بالذات في عيد الفطر يختلف تماماً لأنه إذا الفطر مربوط بالخبيز والملابس نعم الملابس الجديدة أيوه والناس بي وإحنا طبعا إننا هذا معلش يعني ما تزعل مننا أيها المشاهد الكريم بتقع التزويع بصراحة يعني ما تزعل مني واضح وطريح نعم نعم يوم الوقفة نركب الستائف يوم الوقفة يوم الوقفة بنحلك يوم الوقفة بنفتش على الجلابية يوم الوقفة بنقبيها يوم الوقفة ذاتها بنفتش على صحم عزل نحنا كل شيء يوم الوقفة ليه؟ العيدة فجأة شلو الجفجة؟ تلاقيه طبعاً تلاقيه طبعاً بيزمنه أنت لما قادر تضبط أمورك نعم تضبط أمورك عشان أن إحنا نقدر نتعامل مع الأزياء دي بلقي نعم إحنا عندنا الجلابية والعمة من الميزة السودانية في أي عدة تتمسي بالجلابية تقمس أي أحد يناديك يا زول أي زول نعم في الماشي في الشارع ينجدون أن يكون هزول يعني مستدنا مشيتها الأمارات على سبيل المثال نعم الأمارات هي بيلبسوا جلابية بزينا الاختلاف في هم بيلبسوا البطرة حينا ننبس العمة وشالاتنا مزي شالات حصو ما عندهم شالات كمان طيب إحنا الله يكريمك المداسات برضو والمراكب مزي حقتهم وننبس شباط حينا ننبس مراكب بتاعدنا من أصناعة المحلية أيوة فشوف شكل الأناقة يعني جوبة المحلي ما عاشينا الناس نعم فبتلقي هزول تن دس جداني أيوة أيوة فدي ميزة ودي أروع عفوا أروع هوية بالنسبة لي عفوا آسف يا أخواني أروع هوية بالنسبة للشعب السوداني هوية الجلابية والعمة لأنه دي هويته دي حياته بتميزه في تراكبه وطراته فبتلقي شبتناك في العيد في الصلاة هزول لابس بنطلانه كل الجلق أو القبيس مافي خالص حتى لو فيها عمام بيكونوا خلص بيضة وكل الرؤوس بيضة مواطية بالعمام حتى جلالله كانوا ملولات تلقي العمام بيضة نعم مافي عمام حمراء معلش عال إلا عند الهنود أيوة أيوة دي كمان بتراسياته أيوة فنحنا عندنا تلقي الجمال ده النساء التوب شيء مميز طيب عفوا عزيزي لو تحدثنا مرة ثانية عن نقطة العمّة ممكن نحكي لمشاهد قصة العمّة شنو أيوة قصة أيوة لها قصة معروفة لكن كثير من الناس بالبس العمّة وما عارف قصة العمّة إيه فممكن نوريه القصة بتاعت العمّة بمفهوم لن إحنا العجايز دين العمّة شباب حيوية لسه هي موروس قديم بالمناسبة نعم جاي من التاريخ القديم أيوة يعني ماء ولمس نعم وكان بيلبسوا دائمًا اللي هم نسميهم عالية القوم الناس اللي هم النقبة نعم والنقبة اللي كان يبلبسهمهم معظم الأمراء على مستوى البلاط الملك كان بيتلب نبسه طريقة بتاعتنا هذه الساعة مع اختلاف الأحجام والألوان ودائمًا الملك كان بيلبس الشغل ده قبل ما يتوّج بالمناسبة هذه المعلومة السليمة في هذا الأمر اللي أنت عايز تقوليها اللي أنت عشان أنا ما أتحمل الوزرة على العمّة العمّة هي إن أنا مربوطة بالتقاليد ما قبل الجرتق الملك لما يجرتقوه بيلبسوا العمّة وبعد ما يجرتقوا يقعد قاعدة كاملة على العرش بيشيلوا العمّة إدوها لولي العهد عشان يجي هو يلبس التاج إذن معناها نقول كان في أقاويل أخرى حقيقة أنا يعني بعش وحسن ما قرأت في التاريخ السوداني اللي هي العمّة بالبسة كان المحارب أو الجندي نعم فبيكون طالع من بيته ما عارف هل هو حيرجع ولا لا ولا ما حيرجع فزيما بقول بكون شاي الكفن معاه جاهز نعم للموت نعم إن رجع يرجع فحباب الجاية كفنه جاهز يعني كانوا أسود في المعركة وأسود في تعاملاتهم الطيبة نعم أنت وظفتها توظيف شعبي أنا وظفتها ووظيف علمي وانا كنت جاي لكلامك ده بس كنت عايز أقول المساحة بتاعت الكفن كانوا بيخطوها في جسمهم هم وذاتهم العمّة دي براه عشان نكون عارفين يعني المقالة اللي تكتب فيه كلام سليم نعم مقاتل السوداني على مستوى تاريخ منصموا برمات الحدق طيب ليه رمات الحدق لأن كانوا بيستعملوا النبل كانوا بيستعملوا الناس وكانوا بيستعملوا الرماح الناس التاني كانوا بيستعملوا السيوف عشان تستعمل السيف لابدة من حصار وعشان تستعمل السيف والحصار لابد من أن تكون عندك تدريبات فديلا كانوا متدربين على أعلى مستوى ما عزين نطع من العيد ونتكلم عن القتال والموت قلونا في العيد وجمال العيد وستة الأيوم احنا الآن مشاهدين الأعزاء تحدثنا عن الزي السوداني بالنسبة للرجل حنتحدث عن الزي السوداني بالنسبة للمرأة لكن بعد فاصل الغيناء جميل مع الفنان عبدالكريم الكارلي جميل ناجف هاروق على المحطة الجميلة وتحايا طيبة لأهل الصحافة وأهل خرطوم أهل خارج الخرطوم وحبايبن السودانية الداخل وخارج السودان ومرة ثانية كل سنة أنتم طيبين والقابلة على أمانكم نطلع خاص القصير وراجع لكم مرة ثانية في برنامجكم تواصل ابقوا معنا